هل تعرف كيف يتم نقل البيانات والمعلومات بين مكونات الحاسب المختلفة؟ يتم نقل البيانات والمعلومات بين أجزاء الحاسب الداخلية عن طريق الناقل باس. والناقل أو الباس عبارة عن مجموعة من الموصلات الإلكترونية المتوازية والمستخدمة لنقل البيانات والمعلومات من نقطة إلى أخرى داخل الحاسب. ويقوم كل موصل من موصلات الناقل بنقل بيت واحد فقط في نفس الوقت. ويختلف عدد الموصلات على حسب نوع وحدة المعالجة المستخدمة في جهاز الحاسب. فهناك أنواع من الحاسبات تستخدم موصلات 8 بيتس، بمعنى أنها تقوم بنقل 8 بيتس في المرة الواحدة، وحاسبات أخرى تستخدم موصلات 16 بيتس أو 32 بيتس أو 64 بيتس. ومن هنا نستنتج أنه كلما زادت عدد الموصلات الإلكترونية داخل الناقل، زادت كمية البيانات والمعلومات التي يتم نقلها بين أجزاء الحاسب المختلفة.